مشاهدين وحول الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الرياض العميد الركن أسعد الزعبي رئيس الوفد المفاوض في جينيف عميد أسعد مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا نتحدث عن بوادر دولية جديدة لحل الأزمة السورية هل يمكن أن نشهد فعلا اتفاق أو تسوية قد تفضي إلى حل للأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد أختي الكريمة نحن اليوم أمام متغيرات دولية كبيرة أهم هذه المتغيرات من كانت سببا في تأخير الحل في سوريا ومن كانت سببا في تحقيق الوفاق أو تحقيق الاتفاق بين الدول العالم خاصة المعسكرين أو الطرفين ألا وهي داعش أعتقد هذه الأسباب أصبحت في نهاياتها يعني أصبحت داعش في نهاياتها الجميع يتحدث عن انتهاء القضاء على داعش من الأراضي العراقية ومقاربة أو تقريبا يعني بدأت تلوح في الأفق مؤشرات انتهاء أيضا من سوريا وعلى الأقل حصارها وأيضا المتغيرات الأخرى الدولية يعني التلميحات أو تصريحات أمريكية تلوح بالأفق حاول أنه لا يمكن أن يكون لآل الأسد وجود في سوريا بعد فترة معينة يجب التقيد أو يجب أن يكون هناك اتفاق ما بين الأطراف السورية وفق القرار 2254 عندما نسمع أن هناك موافقة روسية على هذا القرار موافقة روسية على هذا الطرح الأمريكي ونحن لا أعلم أن روسيا رغم أنها كانت من صناع القرار 2254 إلا كان لها تحفظ عليه اليوم عندما نسمع أن هناك موافقة أننا نستبشر خيرا أن يكون هناك وقف اطلاق النار حل المشكلة السورية السياسيا كلنا نطمح للحل السياسي كلنا نطمح لوقف اطلاق النار كلنا نطمح إلى وقف القتل والدمار في سوريا وأعتقد المواطن السوري الذي يعيش آلام حقيقة ومصائب ومصاعب في آخر أسقاع الأرض أنا الأوان أن يعود إلى بلده ليعيش باستقرار ويطمئن وتطمئن أيضا من تقتل الشرق أوسط بشكل كامل على اعتبار أن الملف السوري أصبح مقلقا وقض جميع الدول عميد أسعد هل يمكن فعلا أن تقبل موسكو بالعرض الأمريكي أختي الكريمة أولا لو تحدثنا بتجرد نقول أولا روسيا بدأت تعاني من كثير من المشاكل غلاء خلاف المشاكل أو العقوبات الاقتصادية التي تم توقيعها على روسيا سواء بقضية أوكرانيا أو القرم وحتى بالقضية السورية وحتى أيضا صورة روسيا في العالم بدأت إلى حد ما تتدهور يساء إليها من خلال مجموعات الفيتو التي استخدمتها ضد القرارات الدولية روسيا حاليا اليوم في الملف السوري تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة فهي تدفع خسائر سواء كان بالعتاد أو بالأفراد روسيا مقدمة على انتخابات بشهر آذار عام 2018 إذن كل هذه القضايا حقيقة تدفع روسيا إلى القبول إلى حد ما بالشروط ولكن ليس تنازل بمعنى ذلك التنازل إنما قبول إلى حد ما يعني منطقي مقبول اتجاه الشروط الأمريكية وهذا ما نتمنى حقيقة أن نشاهد أن هناك توافق روسيا أمريكي حقيقي فيما يتعلق بالملف السوري نعم عميد أسعد في الميدان هناك تطبيق واضح لمناطق خفض التصعيد في سوريا بحسب مراقبين برأيك هل يمكن أن يساعد ذلك على نجاح أي مفاوضات في جينيف أختي الكريمة يعني لا شك أن المناطق خفض التوتر الذي تأخذ القرار بشأنها منذ فترة طويلة هناك مناطق تشهد إلى حد ما يعني انخفاض بالتوتر حقيقي سواء كان بمناطق ريف إدلب أو بريف حلب أو حتى بالمناطق الجنوبية درعا ولقنيترا هي أكثر المناطق التي بدأت حقيقة تشعر بخفض التوتر لكن أيضا يجب أن لا ننسى أن منطقة شرق الغوطة أو الغوطة الشرقية والتي تعتبر من مناطق خفض التوتر ما زالت تعاني كثير من المآسي والتوتر نتيجة خروقات النظام ونتيجة التعنت الإيراني لعدم خروج ميليشياتها من تلك المنطقة ونحن اليوم أيضا مقدمين على جزء من هذا المشروع الأردن بأسيتانة سبعة كان يطالب بضرورة إضافة بيتجين إلى منطقة خفض التوتر الجنوبي وهذا مطلب ومطمع سوري بشكل عام ولكن كان مطلب أيضا وهو زيادة الحرص على أن تتمتع الغوطة الشرقية أولا بدخول مساعدات وهي ضمن شروط خفض التوتر وتتمتع أيضا بخفض التوتر وهذا ما نطمح إليه لكن حقيقة أن هناك مقاومة إيرانية لهذه العملية هناك معارضة إيرانية لخفض التوتر لأن إيران لا تستفيد من هذه القضية لا تستفيد من هذه النقطة تريد ضرب هذا الاتفاق من بدايته لأنها تريد يعني قبل أيام ثلاثة كان يصرح أكبر ولاياته كان بحلب كان يصرح سنهاجم إدلب وسنهاجم الجنوب هذا يعني أنه لا يريد إطلاقا خفض التوتر ولا يريد حلا سياسيا بالملف السوري عميد أسعد برأيك هل يمكن أن يؤثر هذا التعنس الإيراني على العرض الأمريكي هذا؟ هل له أي تأثير مثلا؟ أولا المؤشرات التي بدأت حقيقة تصل بشكل فعلي للأرض والمنطقة تشير إلى أن أمريكا بدأت تتخذ الإجراءات الكفيلة إلى حد ما بكبح جماح إيران وخاصة أدواتها عندما يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق حزب الله والحوثيين أو على الأقل حزب الله والميليشيات العراقية التي تعمل في كانت في إيران أعتقد نحن مقبلين على أن إيران سوف تنكمش وتتقلص وتوقف تمددها ويجب أن تمتثل للأمر الواقع يجب أن تمتثل لقرارات المجتمع الدولي والطلب الدولي ليس فقط طلب المنطقة بل طلب كل دول العالم إلى أن إيران يجب أن تمتثل للمجتمع الدولي في قضية الحد من إنتاج الصواريخ البلاستية والتقيد بالاتفاق النووي وكذلك أن تبتعد وتكتفي تماما عن زعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل بشؤون الدول وخاصة في مناطق سوريا والعراق واللبنان والسعودية والبحرين واليمن هذه الإجراءات التي بدأت تتخذها الجانب الأميركي أعتقد أن إيران بدأت تشعر أن هناك كما يقال الحديدة حامية بدأت تشعر أن هناك شيء من الجدية بدأ يتفاعل في الأفق وبالتالي ربما قابل الأيام القليلة القادمة سوف تنبع عن شيء من هذه الإجراءات الفعلية على صعيد الواقع العملي طيب أيضا من الأسباب التي دفعت بالنظر بإيجابية من قبل المراقبين للأرض الأمريكي عميد أسعد هو قرب نهاية داعش في سوريا ما حجم الدور الذي يلعبه نهاية داعش في هذا الموضوع وحضرتك أشارت في مستهل حديثك عن هذه النقطة يعني أختي الكريمة أولا لم ننسى تماما تلك العلاقة الوثيقة والوطيدة ما بين داعش ونظام بشار الأسد وما بين داعش وإيران كثير من الشواهد والوثاق وأعتقد أن قبل أسبوع تم إصدار العفو عن مجموعة 450 ألف وثيقة من وثاق ابن لادن تثبت تلك العلاقة الوطيدة ما بين إيران والقاعدة وبالتالي هذا يثبت تماما بما يدعو الشك تورط إيران بداعش وتورط إيران بالقاعدة وهما التاني تتحكمان في المنطقة من ناحية الإرهاب وزيادة الخطر على دول المنطقة وأعتقد هما كان السبب الأساسي في تطور الملف السوري إلى ما وصلت إليه لكن أيضا يجب أن يمسى تلك الاتفاقيات التي كانت مبرمة تلك مبرمة ما بين إيران والمصر في منطقة إدلب وما بين إيران وحزب الله وداعش في منطقة القلمون وأعتقد أن من يقاتل حاليا بأبو كمال هم من داعش الذين زرعتهم أو نقلتهم إيران إلى المنطقة شكرا جزيلا لك حدثنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض العميد الركن أسعد الزعب رئيس الوفد المفاوض في جينيف